اذا كنت لسه بتعمل بيزنس جديد ولسه محدش يعرفك وعايز الناس يثقوا فيك ويشتروا منك وتحقق مبيعات كبيرة النهاردة هنتكلم عن افضل الطرق اللي تقدر تنشر بيها منشورات على الفيسبوك وتحقق مبيعات لو عايز تعرف ايه هي افضل طريقة تسوق لمنشوراتك او بوستاتك على الفيسبوك بالاعلانات في 2020 كمل معنا الفيديو للاخر بعد الانترو معاكم حمد صبري من وي تو اي بيزنس القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك لو لسه مشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد اذا كنت لسه بتعمل بيزنس جديد ولسه محدش يعرفك وعايز تكون قاعدة من العملة عشان الناس يعرفوك من افضل الطرق ان انت تبدأ تعمل صفحة على الفيسبوك تنزل عليها بوستس وتحتوي على معلومات مفيدة عن مجال البيزنس بتاعك وتروج للبوستس دي بالاعلانات المدفوعة النهاردة هنتكلم عن افضل الطرق اللي تقدر تنشر بيها البوستس اللي انت بتنزلها وتنشرها بالاعلانات المدفوعة عشان ناس كتير يعرفوك اما اذا كنت مش عارف ازاي تعمل صفحة للبيزنس على الفيسبوك مجانا حسيب لكم لينك في الوصف اللي تحت الفيديو هيعلمك ازاي تعمل صفحة بيزنس على الفيسبوك بشكل احترافي من البداية كتير من الناس فاكرة ان اي اعلان هتنزله على الفيسبوك لازم تحقق منه مبيعات لكن في الحقيقة الكلام ده مش دقيق خالص لكن الكلام السليم ان الاحتمال الاكبر ناس كتير هيدخلوا على البوست بتاعك اللي انت عملتله اعلان ليه الاعلان اللي انت بتنزله في اغلب الاحوال مش بيحقق مبيعات عشان تحقق مبيعات لازم في البداية تهتم بالطريقة المجانية اللي هي انك تشتغل شوية على التسويق بالمحتوى يعني تنشر بوست فيها معلومات مفيدة ومجانية للعملة ليها علاقة بالبيزنس بتاعك وتصبر لغاية ما يبقى عندك عدد كبير من المتابعين مهتمين بالمحتوى اللي انت بتقدمه النقطة التانية المهمة ان احنا نحاول نجمع مواصفات للعمل المحتملين للبيزنس بتاعك رجالة ولاستات اعمارهم قد ايه ايه هي اهتمامتهم ايه هي الصفحات اللي عاملين لها لايك اسلوب تفاعلهم مع الفوست اللي الصفحات دي عامل ازاي ولو عايز تعرف ازاي تحدد مواصفات عملائك المحتملين هتلاقي لينك فيديو تحت الفيديو ده بيشرح ازاي تحدد مواصفات الجمهور المستهدف باحتراف من البداية في الوصف تحت الفيديو قبل ما تبدأ تسوق للبوست او المنشورات اللي موجودة على صفحتك لازم تتأكد الاول ان صفحتك دي جاهزة للتسويق عليها بوست اللوجو بتاع البزنس بتاعك صورة الكافر الخاص بالصفحة بتاعتك ومعلومات التواصل معاك ولينك موقعك الالكتروني لو انت عامل موقع الكتروني انت محتاج في البداية ان انت تبني ثقة مع العملاء المحتملين فما تخليش العملاء يشكوا فيك او يرتابوا منك خليك واضح عرف الناس انت مين ايه هي قصتك مع البزنس ايه هي خبراتك اللي تؤهلك ان انت تنتج هذا النوع من البزنس وكل ده ليه لان لو انت عملت ترويج او اعلان عن منشور من المنشورات اللي انت نشرتها على صفحتك فاغلب الاحوال ان بعض العملاء على الاقل هيزوروا صفحتك دول هيشوف انت منزل ايه تاني ايه هي المنتجات اللي انت بتعملها كل ده ليه لان انت لو عملت اعلان عن احد البوست اللي انت منزله على صفحتك اغلب الاحوال ان احد العملاء او بعض العملاء هيخشوا على صفحتك دي ويشوفوا هل انت عندك بوست تانية من الحاجات اللي بتهمهم وممكن جدا ان ناس منهم حيعملوا لايك للصفحة ويتابعوك تعالوا نروح لشاشة الكمبيوتر نبدأ اول خطوة للتسويق لأحد المنشورات او البوستات اللي بيتم نشرها على صفحة البزنس بتاعك فلو كنت بتنزل منشورات على صفحة البزنس عن فيسبوك ومخطط ان انت تعمله اعلان بعدين حاول يكون البوست ده له قيمة حقيقية ومفيد للعمل المحتملين قبل ما نبدأ انا عايز انوه عن ان الخطوات اللي احنا هنشرحها النهاردة تم تصورها بعد اخر تحديثات عملها الفيسبوك على مدير الاعلانات فحتلاقوا فيها اعدادات مختلفة عن اللي اتشرحت قبل كده في انواع الاعلانات التانية على الفيسبوك اختيارات الاعلان المدفوع على المنشورات كتير جدا يعني ممكن تكون صورة مع نص ممكن تكون فيديو مع نص ممكن تكون مجموعة تصور مع نص وممكن كمان الاعلان يكون فيه لينكات وكمان ممكن يحتوي على زرار cool to action زي الزراير اللي احنا بنشوفها learn more book now download وغيرها ده غير ان الافكار الاعلانية كتير جدا بس احنا مش هنتكلم عنها النهاردة عشان ما نطولش الفيديو عليكم البدء في عمل حملة اعلانية لبوست معين او منشور معين تم نشره على صفحة الفيسبوك بيزنس بيج زي مثلا منشور زي ده هتيجي تحت المنشور هتلاقي فيه زرار مكتوب عليه بوست بوست والزرار ده هو اللي هنبدأ منه ان احنا نعمل حملة اعلانية لهذا البوست على الفيسبوك فهنبدأ اول حاجة نضغط على بوست بوست بيتلاقي بيطلع لك pop up window كده اول حاجة هنا بيطلبها منك ال call to action اهو زي ما احنا شايفين اللي هو الزرار اللي هيظهر تحت الاعلان هنا اهو وده السامبل بتاعه شايفين learn more دي هو ده زرار ال call to action وده ممكن تحط عليه لينك معين المشاهد هيدغط عليه وفيه انواع كتيرة جدا من الزرار لو ضغطت هنا هنقدر نتعرف عليها ممكن اشيل خالص no button ما خليش فيه اي button يظهر shop now book now learn more sign up call send message send whatsapp message كمان فزي ما انت عايز الجزء اللي بعد كده هنحدد منه مواصفات الجمهور المستهدف اللي هيوصل له الاعلان هو هنا بيحط لك بعض الايه المعلومات الافتراضية لكن لو انا عايز اغير المواصفات الافتراضية دي هلاقي هنا كلمة ايه edit هضغط عليها هتلاقي انها بتحتوي على معلومات كتيرة جدا الجزء الاولاني وهو الجندر والجندر ده اللي هو هتختار ذكر ولا انسة ورنج العمر بتاعه من كام لكام بتبددي هنا عن طريق drop down menu دي هتحدد من الى عندك بعد كده هنا عندك location كايرو مثلا هي متحددة كايرو وكل معلومة من المعلومات اللي احنا بنحددها هنا ده بيتوقف على نوع البزنس يعني ايه فمثلا اذا كنت انا بسوق للبزنس في تجارة ملابس حريني فما فيش معنى خالص ان انا اختار اول ولا انا اختار من ملهاش معنى فهنا في الحالة دي انا هختار وومن بعد كده السن افرد ان انا بستهدف الشباب في سن الجامعة فمعنى كده ان انا عايز احدد فئة عمرية مثلا من 19 سنة الى 22 سنة لان هو ده سن الايه الجامعة لو انا بعمل اعلان هستهدف بيه طلبة الجامعة بعد كده الجزء الخاص بالمنطقة اللي بيسكن فيها الناس اللي هيظهر لهم الاعلان فمثلا لو انت بتسوق لبزنس له محلات تجارية في منطقة معينة زي مصر الجديدة مثلا فتقدر تستهدف الناس اللي سكنين في مصر الجديدة وفي مدينة نصر بمنتهى البساطة ان انت هتكتب كده اهو نصر سيتي كايرو جوفرنمت اهو فهشيل بقى كايرو دي انا دلوقتي والله انا عايز استهدف مدينة نصر سكان مدينة نصر فيه نقطة مهمة جدا هنا ده المدى يعني حوالين مدينة نصر بكم ميل بتقدر تحددها من هنا فلو انت قللت الخمسة وعشرين ميل دي فمعنى كده ان انت بتقلل التارجت اوديونس بتاعك يعني مدينة نصر المركز ده وحواليه بايه بخطة منتاشر ميل فانا كل ما اقلل دايب انا بقلل التارجت اوديونس بتاعي اكتر اما لو كان البزنس بتاعك مثلا عبارة عن منتجات او خدمات بيتم بيحها اونلاين ومعندكش محلات تجارية نصحتي ان انت مجيش بقى تقول عشان كده بقى نستهدف كل دول العالم لا غلط جدا ولا حتى تستهدف كل الدول العربية غلط برضو يفضل ان انت تستهدف دولة واحدة بس يعني لو هتارجت مصر بقى هي مصر بس تمام طيب الجزء اللي بعد كده تحديد اهتمامات الجمهور المستهدف نشيني الحاجات دي عشان تبقى الدنيا واضحة اهتمامات الجمهور المستهدف زي ايه زي المستوى التعليمي زي مجال العمل وغيرها من الامور يعني مثلا لو انا جيت فتحت هنا حلاقي الديموجرافيكس انت عندك تقدر تستهدف الديوكيشن والله انا عايز مجال عمل معين انا عايز اللي في المدارس ماشي عندك الديوكيشن level والله انا هستهدف الناس اللي معها دكتوراه او الناس اللي معها ماجستير او اللي هم خارجين جمعة بقدر استهدف الايه المستوى التعليمي اللي انا عايزه الفاينانشيال ده مستوى الدخل انا عايز احدد مستوى الدخل عن طريق مستوى دخل معين فالجزء ده انا بحدد منه اهتمامات الجمهور المستهدف عندنا بعد كده live event anniversary مثلا اللي كان عيد ميلادهم خلال 30 يوم عندنا هنا birthday اللي عيد ميلادهم في شهر معين parent اللي هم لسه متجوزين او عندهم عائلة جديدة خلال سنة adult children اللي عندهم اطفال من 18 ل 26 سنة وهكذا اقدر احدد ده احدد relationship status status المخطوبين اللي دخلين في علاقة المتجوزين المنفصلين single work interest behavior وهكذا واحنا سبق ونشرنا فيديوهات عن ازاي تقدر تحدد مواصفات الجمهور المستهدف من المستوى المبتدئ لمستوى الاحتراف وهسيب لكم لينكات الفيديوهات دي في الوصف اللي تحت الفيديو ازا كان دي اول مرة بتتعرف فيها على طريقة عمل اعلام مدفوع على الفيسبوك فانا انصحك ان انت تتصفح كل عناصر الاستهداف اللي موجودة هنا وتاخد فكرة عنها فاحنا عندنا هنا مواصفات الجمهور المستهدف متأسما لثلاث مجموعات رئيسية الديموغرافيكس او المعلومات الديموغرافية زي مستوى التعليم مستوى الدخل مجال الدراسة الحلال الاجتماعية مجال العمل والعديد من مجالات الاهتمام عندنا الجزء الثاني الانترست اللي هي الاهتمامات فيه بقى البيهيفير السلوك اللي بيتبعوا المستخدمين او الناس اللي بيدخلوا على الفيسبوك على الانترنت زي ايه زي نوع الموبايل اللي هو بيستخدمه زي نظام التشغيل اللي بيستخدمه وده طبعا بيكون مفيد جدا اذا كنت بتسوق مثلا لتحميل برامج اندرويد في الحالة دي ببدأ استاثني الناس اللي بيستخدموا الايفون من الحملات الاعلانية بعد ما حدد مواصفات الجمهور المستهدف فيه حاجة مهمة جدا تخلي بالك بقى من المؤشر ده شايف المؤشر ده طالما المؤشر محطوط في النص يبقى انت كده مستهدف جمهور مستهدف كويس لو لقيت المؤشر ده معدل خط الاخضر او جاي ناحية اليمين هنا كده من اخر الاخضر يبقى انا كده الشريحة المستهدفة بتاعتي واسعة جدا والاعلانة هيوصل لناس كتير قوي صعب انه يكون كلهم مهتمين بموضوع اعلانك ولو المؤشر راح ناحية الشمال قوي هنا قبل الاحمر في الجزء الاخضر ده والاحمر معنى كده ان انت مستهدف شريحة ديئة جدا اعلانك مش هيوصل الى عدد محدود من الناس فافضل حاجة ان المؤشر بتاعي يبقى في النص بعد ما احدد مواصفات الجمهور المستهدف هنروح بقى طبعا انت بتسيف بقى ما تحدد المواصفات بتسيف انا مش هسيف هتنزل بعد كده للجزء الخاص به الديوريشن اند بودجت هنا انا باقترح ان مدة الاعلان متقلش خالص عن عشر تيام من سبعة لعشر تيام والفيسبوك هنا بيحدد لك الحد الادنى للتكلفة اليومية للاعلان يعني لو انا مثلا اهو احنا بنسجل الفيديو ده 14.9 لاربعة وعشرين تسعة عشر تيام بتكلفهم خمسمية جنيه بس مش هو ده يعني انا ممكن ازود ممكن اقلل وكل ما بزود المبلغ ده هتلاقي بيظهر لك هنا في اليوم اللي هو العدد المتوقع ان الاعلان يوصل له في اليوم فبص كل ما هزود المبلغ هتلاقي هنا الرقم زاد يعني لو انا هدفع في العشر تيام دول خمس تلاف جنيه فالاعلان بتاعي هيوصل من 18 الف ل 52 الف في اليوم فاضرف في عشرة يعني انت متوقع تخش مثلا في مية وتمانين الف الى خمسمية الف لو جينا متوسط وحددنا الخمسمية جنيه وهي دي البودجت اللي انا بفضله يعني كحدة ادنى ان انت تشتغل به ده هيوصلك في اليوم من 1800 ل 5200 واحد في اليوم ده لو انت البودجت بتاعك محدود عندك مقدرة تدفع في العشر تيام الف جنيه مثلا ده هيب حاجة كويسة قوي لان كده الاعلان هيوصل معاك لعدد كويس برضو في نقطة هنا نسينا نوضحها قبل ما ننهي الجزء ده الليرن مور هو بياخد اللينك ده منين اذا كان هو هنا مش مديني مكان احط في اللينك هو بياخد اللينك اللي انت هتدخله في البوست يعني الليرن مور دي انت المفروض في اخر التاكست هنا هتحط لينك اللينك ده هو اللي هيتحدد للليرن مور بمجرد ما خلصت الاعدادات اللي احنا اتكلمنا عنها هتضغط على بوست هنا هتلاقي ان الاعلان هيروح لإدارة الفيسبوك للموافق عليه والناس الناس اللي لسه مكملة معانا الفيديو لغاية دلوقتي يبقى حضرتك مهتم بالتسويق على الفيسبوك وانصحك تحضر الكورس المجاني لاعلانات الفيسبوك من البداية الى الاحتراف وهتلاقي لينك الكورس في الوصف تحت الفيديو لو لسه مشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة او الواحد لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل نتشرب بيك تنضم لنا على مواقع السوشيال ميديا وموقعنا الرسمي هتلاقي كل اللينكات موجودة في الوصف تحت الفيديو كان معاكم حمد صبري من way to a business القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل online business ناجح بنفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة